في الخرطوم تتواصل قوافل السودانيين المخدوعين العائدين من دولة الإمارات حيث غرر بالشباب السوداني الباحث عن فرصة عمل شريف فوجد نفسه على الجبهة قاتلا أو مقتولا في ليبيا أو في اليمن فبعد نشرها إعلانات لتوظيف حراس الأمنيين بمنشآت تجارية تحتجز الإمارات العشرات من السودانيين بمعسكرات للتدريب تمتد لثلاثة أشهر يحول فيها أولئك المتقدمون إلى الوظيفة إلى مرتزقة لدعم مخاططات محمد بن زايد إما في ليبيا أو في اليمن